نستطلع آخر تطورات وقف إطلاق النار في سوريا مع شبكة مراسلين وناشطين أيضاً ينضم إلينا من ريف إدلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسل أخبار الآن محمد الحوراني وبيبرس التلاوي أيضاً سيكون معنا عبر الهاتف من ريف حمص وهو الناشط الإعلامي نبدأ من درعة مع محمد الحوراني محمد مساء الخير أنقل لنا الأجواء من عندك لو سمحت نعم مساء الخير دخلت الهدنة حيزة تنفيذ منتصف ليلة الأمس في سوريا ولا سيما في درعة كانت ساعاتها الأولى تشهد اختراقات من قبل قوات النظام في عدة مناطق في محافظة درعة ولا سيما في منطقة في أحياء درعة البلد حيث قامت قوات النظام باستهداف أحياء درعة البلد باستوان انتغاز متفجر محلية الصناع وأيضاً بالرشاشات الثقيلة ومنفعية الهاون أيضاً تم استهداف بلدة اليادودة فجر اليوم واليوم قبل صلاة الجمعة تم استهداف كل من بلدات مناطق اللجاء في ريف درعة الشرقي الشمالي بالقبل المدفعية الهاون من قبل قوات النظام أيضاً تم استهداف أيضاً بدينة اليادودة وأيضاً تم استهداف أحياء درعة البلد برشاشات الثقيلة وفي وصولها للمحافظة القنيطرة أيضاً تم استهداف بلدة مسحرة أيضاً في خرق جديد لقوات النظام في تلك المنطقة هذا على جانب خرق الهدنة لكن هناك شهدت محافظة درعة اليوم تحركات من قبل المواطنين احتجاجات قبل متابعة موضوع الاحتجاجات لنبقى محمد ابقى معي لو سمحت بموضوع الهدنة وأي تطورات فيما يتعلق بها خرق وما إلى ذلك بهاء الحلبي من إدلب بهاء هل يختلف الوضع وتفاصيل الهدنة تحديداً عن ما ذكروا محمد الحوراني من درعة هل يختلف بريف إدلب أهلاً بك سيدة ميسون تحية طيبة لكي بالحقيقة الوضع في ريف حلب وفي إدلب وضع شبه هدوء ولكن باستثناء بعد الخرقات التي شهدها ريف حلب الجنوبي نعم تسمعيني نعم نعم سيدة ميسون حيث تشهد مناطق ريف حلب الجنوبي الشباكات عنيفة حيث تحاول الميليشيات الطائفية المساينة لقوة النظام التقدم على جبهة جبل الاربعين وفشلت حتى اللحظة وسط قصف مدفعية طال عدة قرى كالبياضية وأيضاً كالعيس والتلال المحيطة بها أيضاً شهدنا قصف جوي بعدة غارات على بلدة سكيك بريف إدلب هناك قصف بالطائرات الحربية التابعة للنظام ولكن بالنسبة لطائرات الروس لم يقلعوا اليوم ولم نشهد أي تحليق لطائرات روسية إلا تحليق لطائرات النظام السوري وقصفوا بعدة غارات ريف إدلب تحديداً مع السمرار القصف الصاروخي على ريف حلب الجنوبي والقصف الفعي والشباكات عنيفة دارت اليوم أما بالنسبة لمدينة أباب للأسف اليوم هذه المدينة تباتي كل معنى الكلمة يعني عندما يقصفون مدينة ألباب فقط يقولون قصفنا داعش بل هم يقصفون المدنيين في هذه المدينة حيث يوم قصفت الطائرات الحربية الروسية المدينة وتحديداً على المنازل السكنية وسشدة عدد من المدنيين طبعاً مدينة ألباب غير منضوية في الهدنة لأنها يسيطر في تنظيم داعش ابقى معي أيضاً أنتقل إلى بيبرس التلاوي بيبرس إذن نتحدث عن هدنة صامدة إلى حد ما بغض النظر عن الخروقات والتي ذكر تفاصيلها مرسلان من إدلب ومن دارعة هدنة صامدة كيف ستختلف هذه الهدنة عن سابقاتها كونها أحدث خطوة لإنقاذ مفروض الأزمة في سوريا مثلاً نورة تحية لك أني سميثم والمشاركين والمشاهدين الكرام شكلاً ما في حمص هذه المرة الهدنة صامدة لحد هذه اللحظة نتحدث عن حي الوعي في قلب المدينة لم نشهد أي اختراف كذلك الأمر الأمور هادئة عدم وجود اشتباكات عدم وجود عمليات منقصة ولكن عملية الحصة هي أيضاً ما زالت مستمرة إن كانت الأريف حمص الشمالي وأيضاً على حي الوعي ربما الحد الآن فقط هي تعتبر وقت الإطلاق النار دون فتح أي من الممرات وبالإضافة إلى هذا عندما وقف القصص على المناطق توقفت الاشتباكات ومحاولات تقدم النظام والميليشيات التابعة الشعب استطاع أن يتنفس وهو كما نشاهدنا اليوم في مدينة تلبيسة عندما خرج الأحرار بمظاهرة يقولون بأن الثورة مستمرة وهم ما زالوا على العهد يريدون إصطاق هذا النظام ولا يتكون هذه الهدنة ببقاء الأسد ولكن ما زال الشعب لحد هذه اللحظة يريد أن تنتهي الحرب مع انتهاء الحكم المجرم التابع لبشار الأسد وعصابته نبقى بموضوع التظاهرات أعود إلى محمد الحوراني من درعة محمد إذن ماذا عن التظاهرات ما الذي تطلعنا عليه فيما يتعلق بدرعة سأعود إلى محمد غير جاهز الآن بهاء الحلبي من إدلب بهاء ماذا عن التظاهرات اليوم عن أي تظاهرات نتحدث فيما يتعلق بالأعداد مناطق معينة بريف إدلب نعم سيدة ميسون اليوم مظاهرات حاشدة وكبيرة اندلعت في إدلب وفي ريف حلب وكأن الثورة في ساعاتها الأولى حيث خرج أعداد كبيرة من المدنيين الثوار في المظاهرات في مدينة إدلب المحافظة وكانت أعدادها كبير جدا تجولت في عدد من أحياء دوار معرض مصرين حتى دوار الساعة وشارك فيها عدد كبير من المدنيين الثوار وحتى في ريف إدلب كبلدة سراقب وأيضا كالدانا وأيضا ترمانين وأيضا في ريف حلب كالأتارب بدارة عزة واتقاد وأيضا أوريم كل المناطق اليوم خرجت وتصصح حرية في أول ساعات ماذا قالوا لك المتظاهرون من الداخل طبعا تحدثت إلى الكثير منهم ماذا قالوا لك لماذا الآن هذه التظاهرات وهل اختلفت شعارات عن بداية الثورة بالحرف الواحد قالوا بأننا نحن لن نكون صامتين حتى نسقط هذا النظام ونطرد كل المحتلين يعني إن أصبح هدنة سنعود للسلمية كما خرجنا في البداية إن دلعت المعارك سنحمل السلاح ونكمل ثورتنا الثورة ليست فقط بالسلاح الثورة بدأت في السلمية في المظاهرات في الهتافات والآن في ظل الهدنة التي وقع عليها أصبحت المظاهرات ومن جديد ينادون المتظاهرين للحرية وليسقاط النظام المجرم وليطرد المحتلين والمطالبة بالكرامة أذهب إلى ريف دمشق مع الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوة الثورة في دمشق وريفة يوسف البستاني يوسف هل من شيء تطلعنا عليه فيما تعلق بما بدأناه موضوع الخروقات موضوع الهدنة كيف تستمر وهذه التظاهرات السلمية اليوم إلى أي درجة هي مهمة للثورة خاصة أنها تأتي بالتوازي مع خطوة جديدة مبادرة جديدة فيما يتعلق بحل الأزمة السورية لا نسمع يوسف البستاني نعود إلى محمد الحوراني محمد تسمعني محمد إذن كما كان يتحدث بهاء الحلبي من ريف إدلب بدرعة كيف هي التظاهرات أي شعارات يحملها المتظاهرون اليوم وأعداد تفاصيل تظاهرات لو سمحت نعم ميسون عدة نقاط اليوم في محافظة درعة خرجت في مظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين كانوا مغيبين ضمن الاتفاق الذي حصل في تركيا الأمس طالبت المتظاهرون بفراج المعتقلين وأيضا طالبوا بتوحيد قادة الجيش الحر في سوريا بشكل عام وبدرعة بشكل خاص كانت مطالبة المظاهرات اليوم تنص على سلمية الثورة وإعادة روح الثورة الأول أن المتظاهرين هم بالأساس سلميين كان النظام قد منعهم في التظاهر باستهدافهم بالقناصات والمدفعية والهاون اليوم استغلوا بعض هدوء المناطق في الخروج بالمظاهرات في بعض المناطق في محافظة درعة مطالبة بالحرية وتجديد العهد أن مطالبة الشعب السوري هي إسقاط نظام بشار الأسد وإسقاط حزب الباث الذي أذاق هذا الشعب كافة أنواع الظلم كانت مطالبهم هي بالأساس بالإفراج عن المعتقلين وأيضا بتجديد العهد أن الثورة هي سلمية وليست ثورة مسلحة كما ذكر لك بها السوريون اليوم مجتمعون من شمال سوريا إلى جنوب سوريا أن النظام من أجبرهم على حملة السلاح وهي ثورة سلمية وطالب ويعيدون تأكيد عليها اليوم إلى أي درجة المتظاهرون اليوم يقولون محمد لمن تحدث معهم بدرعة تحديدا خاصا أنها مهد الثورة السورية دورهم مهم جدا في إعادة إحياء تظاهرات الشعارات بسلمية الثورة اليوم المتظاهرون حسب اليوم شاركنا أحد المظاهرات في الريف الشرقي محافظة درعة وعدنا تقرير سنعرضه لاحقا على قناة الآن وتم استطلاع رأي المتظاهرون أيدوا على سلمية الثورة أيدوا على مطالبهم في نير الحرية أيدوا على أن الشعب السوري واحد هناك كان تخوف من قبل قوات النظام باستهداف تجمعات المدنيين في المناطق المحررة الثوار أيضا طالبوا بإخراج المتطرفين من سوريا كتنظيم داعش ومن شابههم هناك اليوم النظام يقصف أحياء درعة البلد وأحياء أخرى بالإضافة أن مواقع التي تتحصن فيها تنظيم غير معنية بالقصف أيضا طالبوا المتظاهرون بهذه المطالب بأن تبقى الثورة ضمن هذه النهج السلمية والاتعاد عن العنف والحرب طيب أعود إلى بيبرس التلاوي من ريف حمص الناشط الإعلامي بيبرس اليوم نتحدث عن بما أنه كنا ننهي بموضوع درعا تهينا مع الحديث مع الحوراني منذ 2011 بدأ الموضوع بحمزة الخطيب نحن ندخل اليوم 2017 أهمية هذه التظاهرات السلمية اليوم تأكيد على سلمية الثورة السورية خاصة أنها تأتي مع مبادرة جديدة وهضنة صامدة على الرغم من بعض الخروقات هو الشاب السور عندما حمل السلاح حمل لي كي يدافع النفس هو كانت أحصر منذ بداية السلمية وهذه قد عادت من جديد ولكن الجميع يعلم بأن عندما بدأت سيران هذه الهضنة شكلا ما نشاهدنا بأن الهدوء عم بعض المناطق والتي هذه المناطق شهدت هدوء خرجت في المباشرة للأهالي للشوارع وطالبوا بحقوقهم وأيضا يطالبون بإسقاط هذا النظام بما معنى أن الشعب لحد هذه اللحظة رغم كل ما عاناه شعب من النظام المجرم من حصار وعمليات تنصف ومجازر وكل ما قام به بانتهاء حقوق الإنسان لحد هذه اللحظة الشعب يريد إسقاط النظام ولو أن النظام بقي يحارب الشعب تنين طويلة الشعب سيبقى يحاربه سيبقى إلى النهاية الشعب يريد إسقاط هذا النظام المجرم بيبر ستلاوي ناشط الإعلامي من ريف حمص مراسل أخبار الآن محمد الحوراني من درعة بهاء الحلبي ناشط الإعلامي من ريف إدلب ويوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في دمشق وريفها نشكركم جميعا على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر